طيب انتقاء الأفلام التي تتقدم للمسابقة السنوية في المركز الكاثوليك للسانيمة قطعاً يعني بعد كلام حضرتك ده أن هناك نوع من الأفلام لن يأخذ حقه أو لن يأخذ مكانه في المسابق حيرفض من البداية لما يكون بقى مبني على الابتدال مبني على العنف مبني مبني فطبعاً بنرفضه لأنه احنا بنعتبر الأفلام اللي ناخدها لازم تناسب أي أسرة لما يشوفوه في البيت الأسرة ما تقولش لا الفيلم ده ما ينفعناش احنا يبقوا متطمنين أنهم يشوفوا الفيلم يعني عارف حرارك يعني فيه احنا أفلام ما خدناهاش وكاننا هنا كان المركز الجهة الوحيدة اللي بترشح الأسكار لعام 2005 اخترنا مثلاً فيلم ودناه للأسكار وما كناش خدناه عندنا في المركز الكاثوليك أرض الخوف احنا ودناه ما خدناهش حسب معاييره للمركز ولكن في نفس الوقت نفع ودناه رشحنا للأسكار يعني بتشاركوا في اختيار الأفلام المرشحة لهاي أسكار أسكار من حقيقة الجهة الوحيدة احنا كلنا يعني فيه في العالم مراكز أخرى كاثوليكية للسانمة؟ كتير وقتالما طلبوني حضرتك أنا رحت أربع مهرجانات عالمية وكان أنا بعتبر رسالة جميلة جداً كان منهم مهرجان فينيتسيا والأربع رحتهم بعد الثورة وكان حظي جميل أنه فتحوا على بيحصل في مصر بعد الثورة وقالوا كان يكلموني في مصر وفي مصر قلتنهم لا تخافوش أعاد تكلمهم أنتوا عندكم ما فيش مثلا في إيطاليا فيش عندكم مافيا ما فيش ما فيش ما فيش فقلت فيه وإحنا عندنا دي أحداث فردية والعوم في مثلا فين الإرهاب فين مش في كل مصر فقلتوا ما عايشين إزاي كلنا فقلت في الأربع مهرجانات دي عن طريق المركز الكاثوليكي العالمي جمعنا من بلجيكا بعت لنا فقلت في مهرجانة فينيتسيا في 2016 وبعد كيه روحت في برشورونا روحت وكان في برشورونا حاجة جميلة جمعوا حضرتك من الأديان مختلفة كتيرة كل الأديان تريباً مجموعة أديان كنا مجموعة مع بعض وطلبوا مننا قالوا لنا السياسة فيه ممكن بتسبب ظروف معينة ممكن يكون فيها حروب أو الأخرو إحنا إزاي عن طريق الجهات الدينية دي اللي هربتوا بالفن وإزاي إحنا نوصل رسالة نوحد الشعوب مع بعض دي كانت رسالتنا إحنا وأنا حتى قدمت لهم تقرير عن مركز الكسوليك وعن دورنا في مصر وإزاي على خطنة جميلة جداً وده هدفنا وفي نفس الوقت كان في تورينو وفي تورينتو نفس الحكاية تكلمت عن الموضوع واهتمينا بالموضوع رسالة الفن مع الدين إزاي تبقى رسالة هادفة ومهمة للمكتب وأنه لا تعارض على الإطلاق بين الفن والدين مدام الفن شيء جميل وراقي هذا الاهتمام بفن السينما على سبيل التحديد من المركز هل يقابلوا اهتمام آخر بفن آخر؟ هكيد حرجعني أنا اللي باين أكتر هو الفن السينما والمركز الكاتوليكي ولكن في حاجة كثيرة بعيدة عن هذا منهم الموسيقى منهم بنعمل رسالة في المجتمع رسالة إنسانية كبيرة جداً في ملاجئ في درمو سنين فماكي كثير عندنا رسالة أنشطة كثير مختلفة حتى أنا بحب جداً صاحب كل اللي هم بيشتغلوا في الشارع إذا كان رجل النظافة أو الناس اللي حرام بيباتوا طول الليل قدام المحلات فأنا بعتبرها دي رسالة يعني دي رسالة كما يعرفوني عن طريق التلفزيون وفي نفسها فأحب أشجحهم يعني أنتو لديكم رسالة جميلة ولما تأدي واجبك بإخلاص رائعين ربنا بيبارك في حياتك والآخر فطبعاً الفن هو السينما وفنون أخرى كثير جداً كنا عملنا شجعنا المسرح فرق الدراما أفلام قصيرة برضو عملناها حالياً حضرت إحنا تاني سنة إن شاء الله يكون في شهر 6 عملنا إنجاز كبير جداً مسابقة بين الأطفال في مدارسنا كلها المستوى الجمهورية مسكنديريا الأسوان الرهبان الفرنسيسكان من الموهبين من حضانة لتالت عدادي وإيه الجمال ده اكتشفنا فيروز الصغيرة اكتشفنا عزفين كبر جداً اكتشفنا ممثلين هايلين جداً ولجنة تحكيم من فنانين متخصصين فدي بشجعنا بالفرق يعني فقط للمدارس الفرنسيسكان التابعة لكم احنا قلنا عشان نبدأ تجربة حضرتك عدية عشان نشوف ثم نتوسع اه ونشوف إيه العيوب وإيه الإيجابيات ومنها نقدر نتوسع لأنه دي تلعت خبرة جميلة جداً حتى الأهالي تأثروا جداً حي شجعوا أولادهم مبسوطين قوي قالوا فارد قوي قوي مع أولادنا ده شيء جميل جداً